تعذيب اغتصاب ويعدام جرائم جسيمة الضحايا فيها لاجئون فارقة والمتهمون بارتكابها مسؤولون حكوميون تحقيقات دولية تابعت مسار الجرائم وقابلت الضحايا ووصلت اصابع الاتهام فيها الى مركز احتجاز حكومي تتحكم به قوات عسكرية محلية تعمل بالوكالة لصالح دولة الامارات مطلع العام 2017 تم تحويل مركز بحثي مختص بالعلوم البحرية الى مقر احتجاز للمهاجرين الافارقة ووفق هيومن رايت ووتش فان مئات الاثيوبيين والصوماليين والاريتريين تم احتجازهم بشكل تعسفي ومرست بحقهم صنوف شتى من التعذيب منها الضرب العشوي والاغتصاب في ظل غياب للرعاية الطبية وطعام سيء وغير منتظم وبحسب هيومن رايتس فان الصور ومقاطع الفيديو وشهادات بعض المحتجزين المفرج عنهم اكدت حدوث حالات اقتصاب منتظمة لاطفال وفتيات ونساء تفاصل تقرير هيومن رايتس اشارت الى ان بعض المهاجرين عذبوا بقسوة بالغة في منشأة بالحديدة تابعة لميليشيا الحوثي افرج الحوثي عن 87 منهم في مطلع هذا العام شرط سفرهم الى عدن وفي الطريق تم اخذهم تعسفا الى مركز الاحتجاز بالبريقة رسميا صرحت وزارة الداخلية بيقاف خالد العلواني المسؤول عن ادارة الهجرة والمتهم بالاشراف على عمليات التعذيب لكن الوزارة اقرت بعدم سيطرتها على قوات الحزام الامني المتهمة بتجميع ونقل المهاجرين الى مراكز الاحتجاز يهاجر الافارقة من بلدانهم الى اليمن بحثا عن الرزق او هربا من الحرب لكن بعضهم تصل به الاقدار السيئة الى مراكز الاحتجاز في الحديدة وعدا وليس امامهم وفق تقارير دولية الا دفع نقود لتهريبهم الى السعودية او العودة الاجبارية عبر البحر الى بلدانهم اشتركوا في القناة